مشاهدين الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب دي الحلقة رقم اربعة اللي بنتناول فيها او وضعينها تحت عنوان الداعية الذي فقد عقله ده الجزء الرابع بقلنا اربع اسابيع بنتناول ادعاءات هذا الداعية وشكلنا مكملين احنا لسه قدامنا بعض الاسابيع الاخرى اللي هنكمل فيها نتناول فيها ادعاءات المرتبطة بطبيعة المسيح لهوت المسيح كمان عايز ابشركم ببشرة انه الداعية واصحابه اكتشفوا الشخص الذي وضع عليه شابه المسيح وصلبها بدلا من المسيح فهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل لكن النهاردة هنكمل مع بعض اللي بدأناه من اربع اسابيع الداعية الذي فقد عقله زي ما قلت احنا لا نزم في احد ولا نتريع على احد العنوان دوا بكرار مرة تانية انا اخترته بعناية بعد ما شاهدت حلقة عملها عن المسيحيين اللي بيقولهم ايها المسيحيين اين عقولكم وبيتهم المسيحيين بانهم بلا عقل وبلا تفكير على انهم بيصدقوا في قصص الكتاب المقدس وخد القصة من اول مرة خد القصة بتاعت يعقوب وعيسو وكيف خد يعقوب ابيه اسحاق واخذ البركة وعمل منها حكاية وهلليلة وزيطة وعمل حلقة ازاي ان احنا نقبل قصة زي كده وطعن فالله وانا عملت حلقة من ثلاث اسابيع الحلقة الاولى الجزء الاولاني يعني لا هو ارى القصة من بدايتها ولا ارى القصة في نهايتها ولا يعرف عن بداية الحكاية شيء ولا يعرف عن نهاية الحكاية شيء وجاي بس كده ساحب الرواية من صفر التكويم من اصحاح 27 وجاي يحكي فيه لكنه لم يقرأ ما قبل وما بعد وبالتالي كان فهمه لشخص الله ولم يقدم الكتاب المقدس عن طبيعة الله الذي لا يغير كلامه والذي ايضا لا يخدع كانت حلقة وما اسمعناش منه اي رد على هذه الحلقة هذه الايام هو بتابعنا وغالبا حلقتنا بدأ يبقى ليها صدى وما بتعديش الا ساعات ويطلع حلقة رد على الحلقة اللي بنعملها في برنامج عبر الكتاب لكن احنا مكملين في ما نقدمه لكي ما نكشف افتراؤه واكاذيبه وايضا تدليسه على كلمة الله ومحاولته لخداع البسطاء من المسيحيين فالنهاردة هنكمل مع بعض الاسبوعين اللي فاتوا خدنا الجزء اللي هو بيتكلم فيه عن النسخة الكتابية من الكتاب مقدسة التي ارعبت القصاوسة وارقتهم وسرقت النوم من عينهم وللأسف الكبير كمان انه يعني القصاوسة مرتعبين مازالوا مرتعبين من ترجمة للكتاب المقدس او نسخة من الكتاب مقدس خرجت سنة 1983 وبعدها خرجت نسخ كثيرة بالعربي مشابهة لها انا نكمل مع بعض من اسبوع كنت بتكلم عن جزء هو طرحه وهو الفاصلة اليوحنية او اليوحنوية اللي هي يوحن الأولى خمسة عدد سبعة واللي فيها بيقدم انه بيحاول يبرهن على انه ازاي الكتاب مقدس حرف وازاي اضافوا ليه وازاي بيضيفوا وازاي كل اخر هذا الكلام فخلونا نسمع الاول تعليقه على يوحن الأولى خمسة سبعة وبعدين نرجع نعلق على بتكمله لان احنا ماكملناش المرة اللي قبل الفاتت فانا حابب اقدم الجزء ده متكامل على بعضه طرحه اليوحنوية وهذا النص مهم جدا لانه النص الوحيد اللي بيتكلم عن الثالوث بوضوح وبيقول ان الاب والابن والروح القدس هم واحد طيب خلونا نقف هنا تعليق طبعا انا قدمت تعليق على الجزء ده انه ده النص الوحيد اللي بيقدم عقيدة الثالوث بوضوح وقلت ان عقيدة الثالوث لا يمكن افدا ان تبنى على اية فلا توجد عقيدة كتابية اساسية يؤمن بيها المسيحيون تبنى على اية ولا تبنى على ايتين ولا تبنى حتى على عشر ايات لكن تبنى على الكتاب المقدس كله تبنى على فهم فهمنا لاعلان الله عن نفسه ابتداء من العهد القديم واكتمالا في شخص الابن الوحيد شخص يسوع المسيح فهي ليست مبنية على اية وليست مبنية على نص واحد لكن مبنية على الكتاب المقدس كله وهو في رده قال وكنت لما بقول انه حتى من سفر التكوين بنجد الله بذاته بنجد الله بروحه بنجد الله بكلمته ففي البدء خلق الله السماوات والارض وكان روح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور وهنا بنجد الله بنجد روحه بنجد كلمته وفي تعليه قال انه ممكن كلمة روح الله تعني ريح الله لا تعني روح الله لكن في اغلب وفي معظم المرات اللي وردت فيها كلمة روح مرتبطة بشخص الله روح الوهيم او روح الوهيم مرتبطة بشخص الله في العهد القديم تشير الى روح الله وليس الى ريح الله وايس فاقرأ هذه الايات وطلعها في الكتاب المقدس وانت تفهم ماذا اعني بهذا لكن عقيدة الثلوس عقيدة راسخة مؤسسة على اعلان الله عن نفسه في العهد القديم واكتمال هذا الاعلان في شخص الابن الوحيد يسوع المسيح ولا يمكن ابدا ان تكون عقيدة الثلوس عقيدة وثنية ولا يمكن ابدا ان تكون عقيدة الثلوس عقيدة بالايمان بثلاثة الهى كما تدعي فتلميذ المسيح كانوا يهود واليهود هو اول من امن بوحدنية الله ونادى بوحدنية الله وعلمه الرب منذ البداية ان الله واحد ولا يمكن ابدا ان يكون هناك شريك مع الله اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد وحتى من اول الوصايا العشر بيؤكد الله لشعبه لا يكن لك الهة اخر امامي لا تسجد لهن لا تصنع لك تمثالا منحوطا من من في السماء او من على الارض او من تحت الارض كل هذه الوصايا بتؤكد لنا وعشرات النصوص في العهد الاديم بتؤكد لنا على ان الله في طبيعته واحد هو جوهر واحد جوهر واحد نحن لا نعبد ثلاثة اشخاص او آلهة يتنافسون ويتعاركون كما يؤمن الوثنيين لكن نحن نؤمن بالاله الواحد المثلث الاقانيم بذاته وبروحه وبكلمته نكمل مع بعض الفيديو النص يقول فان الذين يشهدون هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في الواحد ففيش اب ولا ابن ولا روح قدس ولان هؤلاء الثلاثة واحد لكن بعض النسخ اضافوا هذا الكلام من اجل تدعيم عقيدة الثلاث وانت صدقتهم وامنت بيها قلت هذه النسخة تضع الفقرة بين اقواس عشان يقولولك هذا النص ليس له وجود في اقدم النسخ وصحها كويس طبعا هم بيحاولوا يخدعوكم وبيحاولوا يجذبوا عليكم وبيحاولوا يوهموكم بعقيدة الثلاث واللي هيأكدوا فيما بعد هو من خلال كلامه انه اقدم المخطوطات لهذه الاية او هذه الفاصلة بيأتي الى القرن الخمستاشر وبما انه اتها في القرن الخمستاشر فدون تعديد لعقيدة الثلاث التي ظلت خمستاشر قرن دون تعديد خلينا نشوف الفيديو التاني لانه تعليقه هيكون كامل على الجزء اللي جاي ايضا من الفيديو اي المخطوطات العهد الجديد بالالاف ومع ذلك هذا النص الذي تؤمن به يا صديق المسيحي لا يسأله وجود الا في خمس مخطوطات فقط وكلها مخطوطات حادثة جدا يعني النص ظهر في المخطوطات بعد 1400 سنة تقريبا من المسيح ومع ذلك الكنيسة خدعتك وجعلتك تؤمن انه كلام الله وانه مقدس وبتحتجه به على صحة السلوث يعني اولا هذا الكلام يخلو من المنطق انا لسه اكلم عن الادلة بس خليني ااخد الاول المنطق هل يعقل ان الكنيسة تظل خمستاشر قرن تبحث عن اية لكي ما تعضد بيها عقيدة الثلوث ثم يأتي شخص في القرن الخمستاشر ويخترع اية وتضاف هذه الاية الى احدى المخطوطات لكي ما تعضد الكنيسة عقيدة الثلوث وتقول اه دلوقتي احنا نرتاح بقى احنا بقلنا 1500 سنة بندور على اية علشان نعضد بيها عقيدة الثلوث وجعلنا العلامة الفز الكبير وقدانا اية كتب هلنا واحد ما نعرفش اسمه ايه وهو بينسخ المخطوطات راح كتب هذه الاية وكملها بمزاجه علشان يعدد بيها عقيدة الثلوث وظلت الكنيسة محتفظة بهذا السر القطير السر اللي كان مؤرقها لمدة 15 قرن 1500 سنة ادرس من فضلك متى بدأ الايمان بعقيدة الثلوث وستدرك ان الايمان بعقيدة الثلوث ارتبط ارتباط وثيق جدا بحقيقة يسوع المسيح الذي اعلن عن نفسه على انه هو الكلمة الازلي المتجسد وان الكنيسة لم تكن يوما من الايام دون الايمان بالثلوث بالله الاب والرب يسوع المسيح والروح القدس انت بتضحك على الناس انت جاي تدلس عليهم وتضحك عليهم وتجذب عليهم وتقولهم انه هذا هو النص الوحيد الذي اخترعته الكنيسة علشان بيه تعدد عقيدة الثلوث وانت عارف ان انت مش بتقول الحقيقة ماذا عن قانون الايمان النقوي اللي كان سنة 325 اللي اوضح ووضع الايمان بالثلوث في اطار عقيدة مش في اطار نصوص كتابية لكن في اطار قانون ايمان وهذا القانون الايمان اساسا موجود في الكتاب المؤدس كل اللي عملوا انه جمعوا هذه الايات وحطوها علشان يمنعوا الهراطقة من انه يعلموا تعليم خاطئة بالحقيقة نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماوات والارض ما يرى وما لا يرى ونؤمن به برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر ده امت دوان ده الكنيسة حطته في اعلان قانون ايمان لذي كيما تقاوم به تعليم اريوس وجماعة اريوس المهرطقين وتيجي تقول لي انه الكنيسة كانت بتدور على آية ووجدت هذه الآية واخترعتها وحطتها علشان تعدد عقيدة الثلس بجد يعني منظرك وحش لانه اي واحد فاهم ودارس وآري مش اقول دارس آري عن ايمان الكنيسة ونشأة الكنيسة وتاريخ الكنيسة وعقيدة الكنيسة يعلم جيدا ان ما تقوله ليس حق طيب نيجي للجزء بتاعنا يحنى يبقى مشكلة يحنى الاولى خمسة خمسة سبعة مشكلة يحنى الاولى خمسة سبعة فان الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد هذه الاية في عدد من الترجمات محاطة بقصين ومكتوب في الحاشية انها غير موجودة في اقدم المقطوطات وزي ما قلت ان دي بتعتبر امانة علمية ليس الا هو بيقولك موجودة فين ومش موجودة فين كويس نيجي الى نقطة مهمة بعض الملاحظات المهمة يطلق على هذه الاية اسم الفاصلة او الجملة اليحنية كويس هي جملة يحنية جملة تنسب الى يحنى لانها مسكورة في رسالة يحنى الرسول الاولى لكن السؤال هو لماذا لماذا تضع اغلب الترجمات الحديثة هذه العبارة بن كوسين ده السؤال هل لان الترجمات الحديثة وده اللي عايز يوهمنا بي ويوهم المشاهدين بتوعه بي هل لان الترجمات الحديثة اقل تمسكا بعقيدة التلوس عن ترجمة باقي الترجمات هل لان الترجمات مثلا الترجمة الحديثة اللي هي اللي بيقول انها ترجمة ارعابة القسوسة هل هذه الترجمة هدفها هو عدم التمسك بعقيدة التلوس وبالتالي تنازلت عن هذا النص لا طبعا لانه الايمان المسيحي مبني على طبيعة الله الواحد المثالات الاقنين وهذه الترجمات ليست اقل تمسكا بعقيدة التلوس من الترجمات الاخرى السؤال المتعلق بهذه الترجمة مبني على صحة العبارة ليس مبني على صحة العبارة بل على المخطوطات وعش كده اي مترجم هو كل اللي يهمه او اي دارس في المخطوطات كل اللي يهمه هو النص ده موجود هنا ولا مش موجود هنا ده تست لكن ما بكلمنيش على صحتها من عدم صحتها بكلمني عنها موجودة في مخطوطات قديمة ولا مش موجودة في مخطوطات قديمة وايه هي المخطوطات اللي موجود فيها وايه هي المخطوطات اللي مش موجود فيها وما عندناش حد جمع المخطوطات القديمة وحرقها واخترع مخطوطات جديدة ما عندناش ما عندناش واحد جمع الاناجيل وحرقها وعمل بنفسه نسخة جديدة وفرضها على الناس ما عندناش لكن اللي عندنا عندنا المخطوطة ترسل الى الكنيس الكنيس تعمل منها نسخ للكنيس الاخرى وهكذا وتطلع من افسوس تروح الى انتاكيا ومن انتاكيا تروح لمصر ومن مصر تروح لأثيوبيا ومن أثيوبيا تطلع لسوريا ده دي النسخ ده النسخ وفي نفس الوقت الامان المسيحي مبني على المكتوب المعلن في كلمة الله طيب يبقى الموضوع كله ودي نقطة مهمة الموضوع كله لما أقول غير متعلق بوحي الناس هل النص صح ولا مصح هل هو ضد الكتاب ولا مع الكتاب هل هو يعارض الايمان المسيحي ولا مع الايمان المسيح هل هو موحى به انسبايرد تيكيس ولا احنا بنتكلم على ترانزميتد تيكيس النص الموحى ولا نص ترانزميتد انتقل او اتنقل من مخطوطة الى مخطوطة علم المخطوطات بيهتم بانه يشرح لي الترانزميشن بتاع النص هاو النص اتنقل من مخطوطة لمخطوطة ووجد في مخطوطات قد ايه والمخطوطات دي منتشرة في كام حتة وكل هذه الاشياء والنص ده اقتبس فين وفين 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 لكن مش بيجي يقول لي انه النص دوان موحى به ولا غير موحى به النص دوان نص الهي ولا مش نص الهي ده مش موضوع علم المخطوطات كويس اجل نقطة المشكلة المشكلة تكمن في ان الاية المذكورة في المخطوطات اللاتينية التي تعود الى القرن السابع الميلادي والتي تعتبر النص الاصلي المستخدم في الفولجاتة والذي طبع سنة 1592 يعني هو موجود في مخطوطات اللاتينية تعود الى القرن السابع الميلادي ميلادي بروس ميزجر في كلامه عن الجزء دوان كويس قال لنا ايه قال لنا انه انه النص دوان او العبارة اليحنية دي is absent from every known greek manuscript انها مش موجودة في المخطوطات اليونانية المعروفة فيما عدا تمن مخطوطات ولما بنتكلم هنا عن المخطوطات اليونانية المخطوطات اليونانية المرتبطة برسالة يحنى الاولى هي مئات وليست الاف ويس يعني اه عندنا اكتر من 25000 مخطوطة للكتر مقدس منهم 5700 مخطوطة يونانية لكن لما تيجي الى دراسة يحنى الاولى بتجد انه النص يحنى الاولى موجود في عدد من المخطوطات وليس ال5700 مخطوطة لانه بعض المخطوطات كامل وبعض المخطوطات fragment اجزاء كويس لكن هنا ميتزجر بيقول لي انه المخطوطات النص دوا مش موجود في المخطوطات اليونانية المعروفة الا في 8 مخطوطات كويس وحطي لي الارقام بتاعة هذه المخطوطات 618 و241 و429 و636 و918 و2318 بالاضافة الى كده ايدي وايت قال لنا ايه انه انه المخطوط ايضا موجود هذا النص في مخطوطة 634 وفي مخطوطة اوميجا 110 و كمان عالم اخر اللي هو هولند اكتشف انه الفصلة اليحنية موجودة على هامش مخطوطات 635 وايضا مخطوطة 60 وموجودة ايضا في المخطوطات دي 173 واللي بتعود الى القرن العاشر فاقدم المخطوطات اللي موجود فيها بتعود الى القرن السابع لكن هناك ايضا مخطوطات يونانية بتعود الى القرن العاشر مسكور فيها هذا النص طيب ايه المشكلة المشكلة انه لما جي عالم اللغة اليونانية ايرازموس ويحاول انه يجمع النص اليوناني ويعمل العهد الجديد كله مجموع فيه كتاب يوناني جيه عند الاية دي والمخطوطات اللي كانت معاه مش موجود فيها الاية دي فمحطهاش في الطبعة الاولى محطهاش في الطبعة التانية محطهاش كويس وكان فيه تواصل بينه وابين واحد اسمه لي عالم اخر اسمه لي وليه قال ايرازموس ايرازموس قال له انا ملقيت هاش في المخطوطات اليونانية المعروفة فليه قال له بس انا عندي مخطوطة او اتنين مذكور فيها هذا النص فجابهم الى ايرازموس وشكده ايرازموس حطهم في المخطوطة او الطبعة التالتة للعهد الجديد اليوناني اللي طبعت سنة 1521 بعد لما وضعها ايرازموس في النص اليوناني كويس بدأت الترجمات تضعها ايضا في في يحنى الاولى في 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 مكانها ومن ضمن هذه ترجمات كانت ترجمة نيو كينج جيمس وايضا ترجمة نيو كينج جيمس ايرازموس قال ايه ايرازموس قال او لخص كلامه قال قال انه العدد دو الايا دي موجود في الفولجاتا وبما انه موجود في الفولجاتا لابد ان يكون اخذ من نص يوناني استخدمه جيروم في القرن الرابع الميلادي لما ترجم من اليوناني الى اللاتيني الفولجاتا ده الكونكلوجين بتاع ايرازموس عالم اللغة اليوناني اللي جمع النص ووضعه في كتاب بيقول بما انه the verse was in the vulgata and must therefore have been in the greek text بما انه موجود في الفولجاتا يبقى اكيد البولجاتا دي الترجمة اللاتينية لما جاء جيروم يترجم استخدم نصوص يونانية موجودة وعلى اساس وجود هذه النصوص اليونانية وضع هذه الاية في مكانها السؤال المهم هل الاية اللي حنية جزء من الكتاب المؤدس ولا لا ده السؤال وعلى فكر السؤال ده هيظل سؤال وهيظل مجال نقاش وحوار وجدال هل الاية صح وصدق بكل تأكيد الاية صح وصدق ولا تضيف شيئا للكتاب المؤدس اذا اضيفت ولا تنقص الكتاب المقدس شيئا اذا اتشالت ببساطة هل عدم موجود هيؤثر على ايمان بالثلوس بالتأكيد لا والف لا فزي ما قلت عقيدة الثلوس عقيدة تبنى على كل الكتاب المؤدس على اعلان الله عن نفسه في العهد القديم وفي العهد الجديد اجتمال هذا الاعلان في شخص يسوع المسيح لكن طب لي هم بيحطوهما بين قسين لانه علم النقد الناس حط مبادئ وهذه المبادئ مبادئ بشرية وليست الهية لكن وحط مبادئ للدراسة النص يمشى عليها من ضمن هذه المبادئ قالك الاقدم افضل من الاحدث او الاقدم اصح من الاحدث يعني لو مخطوطة قديمة ترجع الى القرن الرابع هاخد بيها عن مخطوطة بترجع الى القرن السادس او السابع فالاقدم له ثقل والاقصر ده المبدئ التاني افضل من الاطول ليه لانه اي ناسخ ممكن يبقى عنده الميول عنده الميول انه يشرح اية على الهامش يبسطها لكن ما يقدرش انه يقصرها خويس ده المبدئ التاني طيب ناخد التليفون ونرجع نكمل مع بعض الاخت فريال من انجلكترا الو اخ اشرف اهلا بك سلام نعمة المسيح معاك سلام اختي فريال اخ اشرف الرب يباركك انت وفيت وفيت عن الموضوع اما فقط حابة اريد على هذا الداعي اللي فقد عقله واللي ده يطرح مو فقط كذوبه ولكن جبل من الاكاذيب اولا بدل ما يشكك بالكتاب المقدس اللي هو كلمة الله الحية الازلية الباقية للابد خليه يروح يدور في كتابه عن الاخصاء اللغوية والعلمية والتاريخية والجغرافية والاسماء مريم بتعمران وهارون اقو موسى هو نبي وغيره وغيره من الاخطاء والناسخ والمنسوخ اللي يؤمن انه هو منزل من عند الله وثم يشكك وانا معجبة فقلا بالتيشرت اللي لابسه واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد فاحسن ما يشكك في هذا الثالوث اذا هو رب المسيح له كل المسيح قال تلامذوا اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس ما قال عمدوهم باسماء الله واحنا في كل التوائف وكل مسيح يقول نؤمن بإله واحد لله ضابط الكل ما يقول نؤمن بآله متعددة فانت لكن الاشراك اللي عندك يا اخ الفاضل اللي رسولك يقول شاكم الله لا يقتل ولكن شاكم الرسول يقتل ولا يستتاب ومن أطعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وما تقبلون الشهادة لا إله إلا الله إلا تحشرون اسم محمد مع الله فهو هذا الاشراك بعينه محمد لازم الله لازم محمد معانه لكن ما أقول لك يا أخي الفاضل في الكتاب المقدس يقول الوحي الإلهي الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله فالرب يرحمك وعلمك رسولك التقية وكفي أكاذيب وأنا أصلي من أجلك أن الرب يشرق بنوره في عيونك وقلبك وتعرف الحق والحق يحررك تعرف الإله القدوس الطار له كل المجد شكرا أخي أشرف وربي باركك وحافظ عليك شكرا طبعا أنت نسيتي كمان تذكري الآية اللي أكلتها النعجة كويس إحنا ما كانش عندنا ما عندناش نعجة أكلت آية ولا عندنا ناسخ ومنسوخ كويس ده موضوعات يعني قناة الحياة استفادت في شرحها وفي تقديمها كويس طب إيه زي ما قلت كعلم تحط له مبادئ مبادئ دي حطها البشر مبادئ بشرية بتساعدني أنا في فهم النص في مقارنة المخطوطات في وضع أي حلم علم بتحط له مبادئ طيب أجي هل عقيدة المسيحية تعتمد على آية واحدة قلت لا طبعا مش ممكن لا لهوت المسيح ولا السلوس ولا الفداء ولا موت المسيح ولا الإنسان خاطئ محتاج للخلاص ولا المجيء التاني ولا الروح القدس العقائد الأساسية في الإيمان المسيحي لا يمكن أبدا أن تبنى على آية وإلا وكانت هذه العقائد هشة كويس أما ليه الآية موجودة طب الآية دي موجودة فين طب إلي بيخلينا نقول أنه الآية اليحنية كويس آية أصيرة موجودة الآية اليحنية في الترجمة اللاتينية القديمة التي كانت متدولة في أفريقيا موجود أيضا في قانون الإيمان في الكنيسة اليونانية وفي صلوات الكنيسة أما نص قانون إيمان الكنيسة اليونانية فهو كالآتي إن الله حق أزلي خالق كل الأشياء المنظورة وغير المنظورة وكذلك الإبن والروح القدس وكلهم من جوهر واحد فإن يحنى الإنجيلي قال الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد يأخذ مدخلة أخرى الأخت مريم من مغرب من مغرب أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا بيك أهلا أولا أنا اتصلت من المغرب فقط لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل كثيرا بس أريد أن أوضح لكل العالم بأننا إحنا إخوة سواء كنا مسيحيين أو مسلمين أو يهود يعني إحنا إخوة نتلاقى في نقطة كبيرة وهي الله سبحانه وتعالى وإذا كنا إحنا بنحب ربنا بنحب بعضنا لأن كلنا جئنا من آدم وحوة من امرأة واحدة ورجل واحد يعني إحنا ننحضر من شجرة واحدة هل متفك معي يا أخي؟ أتفق معاك طبعا أن إحنا بشر من أب وأم واحد وكلنا إخوة في البشرية لكن أختلف مع حضرتك في نقطة أنه كلنا بنعبد بنعبد إله واحد لأنه ما يقدم الإسلام أنا أختلف أختلف ويختلف معي الكتاب المقدس في تقديمه عن شخص الله لكن إحنا كإخوة في البشرية طبعا طبعا بكل تأكيد نعم إخوة في البشرية بس الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الكون صح وخلق كل شيء دحقي يعني كل مذكور في الكتب المقدسة أنا قرأت الإنجيل وقرأت شيء من الزبوت يعني وبقرأ القرآن لا أجد هناك يعني حتى الإسلام كلمة إسلام أنا وجدتها في أماكن عدة ما تعني الإسلام إنه الإنسان حيدخل في الإسلام وإذا ما أراد إنه مثلا يدخل في الإسلام فهو مسلم المسلم هو أن يقول بأنه يؤمن ربنا بربنا لأن في آيات عدة مثلا سيدنا إبراهين جاء قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول هو ابن ربنا في آية القرآن ربنا واجعلنا مسلمين لك طبعا كلمة إسلام يعني المسلم فهو المؤمن كويس كلمة مسلم المسلم المسلم في التعريف الإسلامي كلمة إسلام تعني الخضوع أو التسليم كويس نعم ف لكن 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 ماداش أقول إن إبراهين كان مؤمنا أو كان مسلما كما يفكر فيه المسلم على إنه مسلم يعني يعني هناك أنا ممكن أستخدم التعبير إنه كان الأشياء خاضعا مستسلما لله ولمشيئته كويس لكن هل بالفكر الإسلامي أقدر أقول إن إبراهيم كان مسلما يعني كان مؤمنا بمجيئ محمد وكان مؤمنا بالقرآن قبل ما يأتي لا طبعا ما أدارش أقول كده ده أختلف فيه الآخر يعني فرق الفرق في العقيدة فقط كيف أنت هتأديها الفرق في إنك كيف إنك بتكون يعني مخلص مع ربنا كويس فقط هذا هو الإيمان عندي والإسلام عندي الإيمان أنا أولاً بشكرك أخت مريم لأجل تليفونك ولأجل والدخلتك وأنا عارف أدي أنت إنسانة يعني صادقة وفي كلامك وأيضاً إنسانة محبة للآخرين لكن فعلاً الواحد لازم يدرس وزيما أنت بتقولي أنا أريت الإنجيل وأريت القرآن ولازم في رايتك للإنجيل والقرآن لازم تقرني ما بين تعليم الرب يسوع وتعليم الكرآن ولازم تعرفي من خلال الأنجيل كيف أعلن يسوع عن نفسه مين هو المسيح وماذا قال عن نفسه وماذا علم وماذا قدم للعالم من فداء ومن خلاص كويس فالإرائيتي دي أنا بصالي إنها تقودك لنك تعملي مقارنة لأنه فعلاً هناك اختلاف السماء من الأرض واختلاف الموت من الحياة بين تعليم الرب يسوع وبين ما ينادي به الإسلام من تعليم أنا بشكرك على اتصالك ونرحب بكم في أي وقت تكلمينا وتتواصلي معنا طيب طيب أجي إلى جزء آخر الصلوات القديمة التي تتلوها الكنيسة اللاتينية في الأعياد في عماد الأطفال تتضمن هذا الجزء هذه الآية استشهد بها ترتليان في القرد الثاني إذا جينا بقى للقديم إذا جينا إلى إلى ترتليان يعتبر أقدم من النسخة الصينائية وأقدم من النسخة الفاتيكانية اللي بتعتبر النهاردة هي يعني الأقدم اللي بيرجع إليه علماء النقد النص ترتليان استشهد بهذه الآية وكبريان في القرن الثالث وإيرنيوس في القرن الرابع والأساقف الأفراقيون في أواخر القرن الخامس وهنا إذا أخذنا بمبدأ الأقدم أفضل من الأحدث أليس استشهاد ترتليان وكبريان أقدم من النسخة الصينائية والفاتيكانية ومن الأدلة الداخلية على أنه هذه العبارة جزء أن سياق الكلام يستلزم جدها وده على فكرة علماء اللغة اليونية اللي هم يعني يعتبروا فعلا علماء بيقولوا أنه لو تشالت الآية اليحنية أو الفصلة اليحنية يختل النص لغويا من حيث الجرامر في حاجة نقصة لكن يتزبط ويبقى صحيح إذا وضعت الآية اليحنية يقول القديس كبريان وهو في دفاعه عن الإيمان المسيحي ضد الهراتيقة من يكسر السلام بيكلم عن الهراتيقة الذين يكسرون السلام ويكسر وحدة المسيح يفعل ذلك ضد المسيح أي أن من ينادي بتعليم مخالفة لما نادى به المسيح فهو ضد المسيح ومن يجتمع في أي مكان لأنه كانوا يأخذون الناس إلى اجتماعات أخرى يشتت كنيسة المسيح يقول الرب أنا والآب واحد وأيضا مكتوب عن الإب والإبن والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد قال الكلام دو وإمتى كبريان مات سنة خمسمية ستة وخمسين ميلادية سنة سمتين ستة وخمسين ميلادية يعني في القرن الثالث الآب شهد للإبن مرات عديدة وده اللي بنشوف في الكتاب المؤدس أنه هذه الآية ليست غريبة وليست بعيدة شهد عنه في المعمودية وشهد عنه أيضا في التجلي هذا هو ابن الحبيب هذه شهادة هي شهادة التلوس نجدها في إنجيل يحنى أصحاح 18 أن الآب والإبن والروح كويس يقول لنك أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد للآب الذي أرسلني بنجد الآب يشهد للإبن وبنجد أيضا وفي إنجيل يحنى 15 يقول ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثك فهو يشهد لي يبقى الآب يشهد عن الإبن والروح القدس يشهد أيضا عن الإبن وبدمج الآيتين مع بعض الآية الموجودة في يحنى 18 والآية الموجودة في يحنى 15 إذا دمجنا الاثنين مع بعض تأتي الآية الموجودة في يحنى الأولى 5 7 فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد الإبن يشهد للآب الآب يشهد للإبن روح القدس المنبثق من عند الآب يشهد للإبن فهؤلاء الثلاثة هم واحد طب إيه بقى سبب عدم وجودها في بعض المخطوطات أو في المخطوطات الأديمة اللي يعرف جدا علم النسخ وعلم النسخ المخطوطات يعرف إنه فيه أخطاء بيقع فيها النسخ ومن ضمن هذه الأخطاء هي النهايات المتشابهة فإذا نظرنا مثلا للآية ستة سبعة وتمانية نجد إنه نهاية الآيتين دول نهاية متشابهة فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة كويس والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة الآية اللي بعدها وهؤلاء الثلاثة هم واحد نهاية الآية رقم سبعة بتقول وهؤلاء الثلاثة هم واحد ونهاية الآية الموجودة في عدد الثمانية بتقول وهؤلاء الثلاثة هم واحد كويس اللي بيحصل إنه هنا الناسخ وهو بينسخ بيكتب الجزء الأولاني في إن الذين يشهدون هم ثلاثة كويس وبعدين لأنه هم كتب هم ثلاثة الآب والكلمة روح الكدس النص اللي بعد والآية يشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والكلمة هؤلاء هم في الواحد يبقى لما ينسخ الجزء الأولاني اللي هو دو عينه مش بتكمل على ده عينه بتيجي على الجزء اللي بعده لأنه فيه تشابه النهايات متشابهة فبيعتقد إنه كتب الجزء الأولاني لكنه ما كتبهوش هو بيكمل في الجزء الآية اللي بعدها فعشان كده فإن كنا نقبل شهادة الناس النص نفسه بيأكد إنه الأية ده مهمة فإن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم لأن هذه هي الشهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه الآب بيشهد عن ابنه من يؤمن بابن الله فعنده شهادة في نفسه اللي هي الروح القدس بيشهد عنه من لا يصدق الله فقد جعلو كاذبا لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه من له الابن فله الحياة ومن يسا له الابن فليست له الحياة ده إيمان في الآية دي أو إيماني عن الشخصي لكن أفترض أسوأ افتراض أمشي معاك إلى الآخر أن الآية دي بما أنها مش موجودة في المخطوطات القديمة يبقى مش جزء من النص الكتابي أنا بقولك هفترض همشي معاك اللي تغير في العقيدة المسيحية nothing اللي أضيف للعقيدة المسيحية nothing مش حاجة مش حاجة فبطل تلعب على مبدأ إنه آه أصله بتحكوا عليكم الناس اللي فوق والناس اللي تحت ومخبيين عنكم كلام الفاضي اللي بتقال دوان كلام المساطب زي ما قلت طيب أجي إلى موضوع آخر موضوع الآخر في الربع ساعة الفضلة عمل فيديو الدعية عن الشزوث في بين الإسلام والمسيحية كان بيكلم فيه عن أنا خلي بس الصورة دي بعيد شوية ممكن نشيلها عتى المقرك اللي بيكلم فيه عن سار أحجازي فتاة المصرية اللي مسكت العلم شواز في مصر في إحدى الأيام واتقامت الدنيا عليها سفرت إلى كندا غالبا وهناك انتحرت وبيقول أنه تعليم الإسلام وتعليم المسيحية وهيقول رأيه في ماذا يقول الكتاب المؤدس وماذا يقول الإسلام أو المسيحية والإسلام عن نشوف الجزء الفيديو الأولاني وارجع أعلق عليه الأخيرة انتشر خبر انتحار بنت ملحدة ورغم أن أنا عرفت أنها كانت ملحدة وشاذة جنسيا لكن هل يجوز الترحم عليها أو الاستغفار لها هذه القضية الأساسية هذه القضية هل يجوز وهل يجوز وهل يجوز فهو عمل حلقة عن الشزوز فهو يكلم عن المسيحية والإسلام أنا في البداية قلت هو ليه يتكلم عن المسيحية هو يفهم عن المسيحية عشان يتكلم عن المسيحية وفي نهاية الفيديو اكتشفت هو ليه بيتكلم عن المسيحية لأنه 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 في نقطة في المسيحية عملاله ألأ مزعجة جدا خليز بخلينا نشوف الفيديو التاني هيبدأ يشرح النقطة دي ويوضح وسلام مش زي المسيحية 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 تجد الكثير من التنازل من أجل كسب ضعاطف الناس والتظاهر بالوداعة واللطف الاسلام بيتكلم أو القرآن بيتكلم عن قوم لوت إلى آخره لكن أنا عندي سؤال نفسي تعمل لنا حلقة عليه ماذا عن الولدان المخلدون في الجنة اللي رسمها رسول الإسلام كويس النقطة هو اللي عايز تكلم عنها إنه في حاجة متعباه إنه المسيحيين بينادوا بمحبة المسيح إنه المسيحيين بيقولوا إنه ربنا بيحب الإنسان وإنه رب يسوع بيحب الإنسان آه بيكره خطيته لكن بيحبه كشخص بيحبه كشخص وهو مضيق جدا بقى إنه البعض كتب عن إنه يعني ما تدنوش هذه الفتاة ما تعرفوش مرت بإيه ما تعرفوش نهاية حياتها كان شكلها إيه ما تحكموش عليها ربنا وحده هو لعنده الحكم على الإنسان إلى آخره فهو مضيقه جدا نقطة أساسية إنه إزاي المسيحيين بينادوا بالمحبة ودو بيكشف عورة الإسلام وتعليم الإسلام أنها تنادي بعدم المحبة كويس كويس فهو ده كل الهدف من الفيديو بتاعه هو متغاز من إنه المسيحيين بيتكلموا عن محبة المسيح وبيقول أنتو ليه بتعملوا كده أنتو ليه بتتنازلوا كويس فخلينا نشوف التنازل اللي بيتكلم عنه في الفيديو اللي جاي مجرد ما تتخذ قرار الإلحاد بتصبح شخص سيء جدا شخص بلا أخلاق بلا مبادئ شخص يرتاكب كل القبائح زي الزنا والخمر والشزوز أوكي هو بيقول هنا للأشخاص اللي ألحده إن أنت بمجرد أنك تقبل وتاخد قرار الإلحاد أنت بتتحول إلى وحش كاسر بتتحول إلى إنسان زاني فاسق صارق يعني إنسان في كل الصفات الوحشة وأنا نفسي بس الإخوة المشاهدين اللي بيسمعوا كلام ده يفكروا شوية هل في مرة شفت ملحد فجر نفسه وفجر اللي حواليه هل مرة شفت كده هل في واحد ملحد حط حزام ناسف ودخل وسط أطفال وسط أطفال وسط نساء وفجرهم هل رأيت شخص ملحد بيمسك السلاح ويهاجم به الجيش المصري في السيناء ويتبحهم ويقتلهم هل شفت واحد ملحد كان زعيم لداعش ولا زعيم للجماعات الإسلامية في العالم هل شفت واحد ملحد أخلاقهم منحطة أنا بالعكس أنا يريد أتمنى من كل قلبي أن كل مسلم يتحول إلى ملحد لأن وقتها العالم الإسلامي هيعيش في سلام وقتها العالم الإسلامي هيعيش في قبول الآخر وقتها العالم الإسلامي هيتحول من عالم يقتل بعضه بعضا إلى ناس عيشة في سلام للأسف أنت كداعية تتمنى أنك تعيش في بلاد ملحدة تتمنى وتتمنى تربي أولادك في بلاد ملحدة تكلم عن الملحدين على أنهم وحوش كاسرة أنا مش بتكلم على هم صح ولا غلط أنا بتكلم على مبدأ مهم فعلا من يترك الإلحاد ويتحول الإسلام بتوجد فيه كل الصفات الوحشة تعصب وعنصرية ورغبة في القتل وفرض الرأي وتحرش جنسي إلى آخر هذه الأمور لما بيترك الإسلام ويصير ملحد بيتحول إلى إنسان بيعرف يعني إيه إنه إنسان ويقبل الآخرين على أنهم بشر ويقبل الرأي الآخر والفكر الآخر الأوصاف اللي إنت بتقولها دي بتقولها لأنها موجودة عندكم بس إنت عندك إسقاط بتسقطها على الآخرين في مصر كل بيت النهاردة فيه واحد واثنين ملحد ما شفتش واحد فيهم فجر نفسه وما شفتش واحد فيهم دخل الكنيس وحرقها وما شفتش واحد فيهم خطف البنات المسيحيات وأكبرهم على الإسلام وما شفتش واحد فيهم حل الدم الكفرة وما شفتش واحد فيهم منع أنه يقول للمسيحي كل سنة وانت طيب وما شفتش واحد فيهم بيتناقش حلال ولا حرام أن احنا نترحم على شخص ما أو نعيد على بعض أنتو في مأساة تعليم الإسلام في مأساة تعليم الإسلام بتحول الإنسان إلى وحش وكل من يريد أن يتبع الإسلام بحزفيره بحزفيره اتحول إلى قاتل وسابي هيتعلموها منين جابوها منين إن كان ربه البيت بتدف داربهم اللي في حياته قام بتسعة وعشرين غزوة أو أكثر اللي قتل وسلب ودبح وشاء من النص هتجيبها منين يا ريت المسلم يبقى ملحد ويا ريت الشباب المسلمين اللي بيسمعوني لو عايزين تبقوا بنا أدمين تدركوا يعني إيه الإنسان بقيمته له في إنسانيته له قيمة تتركوا الإسلام تتركوا الإسلام هتعيش في حياتك مع الآخرين في سلام هتتصلح مع نفسك هتتصلح مع المجتمع هتبقى نافع للمجتمع وقتامش هتفكر أدخل الحمام برجل المين وبررجل الشمال وقتا تتفكر زي أخدم وأساعد وأخترع وأدرس وأبحث وبقى إنسان مفيد للمجتمع طيب نكمل مع بعض الزنا والخمر والشزوز وسوء الأدب مع الوالدين ومع الجميع بمجرد أن بيختاروا الإلحاد من لقهم مباشرة بيتجردوا من كل ما هو جميل بص دي يعني للأسف بيتكلم بصفة عامة وده ده 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 كذبهم على فكرة ده كذب ده كذب إحنا شفنا ملحدين في التلفزيون كانوا أكثر أخلاقا من المسلمين في حواراتهم كانوا أكثر أخلاقا من اللي بيحوروهم ثقفين محبين على خلق متربيين فالنقطة اللي هو عايز يوصل لها بقى إنه إزاي إحنا كمسيحيين شوف الفيديو اللي بعد كده إزاي إحنا كمسيحيين يعني تركين الدنيا سداح مداح أما الإسلام إشار فالنفي الغرب فيه كنائس كثيرة فيه كنائس كتيرة بتسمح بزواج الشواز كويس إحنا ما قولناش الكنائس دي على صح وإن الكنائس دي تركت كلمة ربنا وإن الكنائس دي ابتعدت concerns عن الحق الكتابي ماذا عن المسلمين في بلاد الإسلام ومناداتهم بالشواس انت عارف الصور دي فين عارفها الصور دي جاي منين جاي من أشهر ميدان في تركيا ده البنات أتراك الله الله loves equality الله يحب المساواة ده مش منادات مساحيين على فكرة ده مسلمين ده إمام جامعة إمام مسجد كويس فرنسي الإسلام لم يحرم المثلية الجنسية أنا مش بقول عليه أنه صح أنا اللي بحاول أو أوضعه لحضراتكم أنه هو عنده عداء شخصي مع المسيحية عنده عداء شخصي مع المسيحية وبالتالي هو لا يرى أي شيء آخر غير هذا العداء يتهم المسيحيين بأنهم ما بيعلموش عن الشواز طيب بيقول إحنا بقى ما منعلمش عن الشواز وفيه نصوص في كتاب مؤدس بنخيها ما منتكلمش عنها ده اللي بيقولوا في الفيديو وهو لا يعلم أنه من على هذا المنبر من سنة قدمت حلقات عن الشواز الجنسي وتكلمت في الحلقات دي عن الجوز الجنسي خطيئة وتكلمت عن الست نصوص كتابية اللي في كتاب مؤدس اللي بيدينه الشواز الجنسي وبيأتي بسببهم دينونة الله على الإنسان هو مؤرش ده ومسمعش ده ومشاهدش ده هو لا يسمع لا يرى لا يتكلم هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية نفس السلسلة الدعية الذي فقد عقله فإلى أن نلتقي سلام المسيح يكون معكم